اه طيب سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم عملي ايه انا احمد شيتو انا يا جماعة من يومين ثلاثة نزلت فيديو كنت بشرح في تطبيق صورة ان هو هنزل خلاص او بقى متاح على اه يعني او بنسبة يعني لموبايلات الاندرويد ولكن قلت برضك ان التطبيق ده يا جماعة مش متاح في كل البلدان يعني انت لو جيت فتحت جوجل بتاعك اول بلاي ستور وكتبت في السرش كده صورة هتلاقي التطبيق مش هيظلك وبالتالي شرحت ازاي تحول المتجر بتاعك من متجر يعني مثلا مصري او عربي او كده الى متجر امريكي عشان تقدر تحصل على التطبيق ولكن جات لي بعض الكمنتات الناس بتقول ان هي عملت نفس اللي انا قلته ولكن التطبيق ما ظهرش طبعا انا مسدق الناس كل حاجة بس انا متأكد ان هو عمل يعني خطأ او عمل حاجة في حاجة جارها في الفيديو مامشاش معايا خطوة بخطوة وبالتالي ما ظهرتش معاه فالنهاردة ان شاء الله هوريك كده ببساطة ازاي تحول المتجر جوجل بتاعك الى متجر امريكي ولو حتى بشكل مؤقت انا عندي طبعا جوجل بتاعي يعني امريكي بصفة دايما وكنت سبق قبل كده عملت حلقة وشرحت فيها ازاي تحول اصلا جوجل بتاعك لامريكي بس ده مش مضوع النهاردة انا النهاردة هوريك لو انت في تطبيق متاح مسلا في امريكا او في المتجر الامريكي وانت عايز تنزله عندك فازاي تحول الجوجل بتاعك وبشكل زي ما كده بشكل مؤقت لحد ما تنزل حاجات اللي انت عايزها وبعد كده يرجع عن مصر تاني زي ما هو طبعا ده مفيد جدا زي ما قلتاك عشان انت لو فيه اي تطبيقات تقدر تنزلها فتابعوا معي الشرح طيب يا جماعة ادي جبنا التلفون بتاعنا الازيزة هوات انا اجدها لو جيت فتحت عندي متجر جوجل بلايه معينا من ده كده هقول له له شكرا هاجي هنا مسلا فيه السرش كده وهنجرب اهو مع بعض هقول له مسلا ادي صورة طو مسلا هاو بصوا جماعة زي ما قلت لكم مش هلاقيه متاح لان المتجر شغال بي ده متجر مصري اللي ما هي ما تنزل خلاص صورة طو ده مش موجود هو مش صورة ده مش الابليكيشن ده يا جماعة مش موجود خالص طب يا عمش يتقول الحل ايه اطلع من ده خالص كده زي ما قلت لكم انت او تعالوا رجع تاني كده هتيجي في جوجل بلايه وهتيجي عندك هنا في السرش وهتكتب اللي هو بسفن او اسم البرنامج ده كده وهتخش هتنزل البرنامج ده اللي هو بالاحمر ده يا جماعة تمام كده يا شباب لما هتنزل البرنامج ده هتقول له هنا كده فتح طبعا هنا هيطلب منك بعض الصلاحيات الدهال وعادي خالص قل له سمح هنا طبعا قل له ماشي موافق قل له هنا يا سيدي نعم هتخش بعد كده عندك فوق على اللي هو الاعدادات هتيجي هنا كده بص وضغط على افضل ايداء ده كده هتلاقيه مش جايب لك اي بلد تانية طب احنا هنختار امريكا ازاي بص يا معلم لما جيلك دي هنا كده قل له يعمل مفيش مشكلة وقل له هنا كده ابدأ قل له بعد كده هنا حسنا انت اول مرة بس هتربطه على كده لما جيلك الصفحة دي قل له لا اريد ان اساعد الاستمرار هيدخلها في دوقتي على صفحة كده خلاص مفوضي البيبي ان اشتغل معنا ولكن ما اشتغلش على امريكا طب اشتغلو على الولايات المتحدة وتقول له بعد كده يعمل بعد كده هتقول له هنا ابدأ بعد كده هنا برضو لا اريد ان اساعد الاستمرار هيفتاح يعني انت لو ما افتاح لك الصفحة دي كده هو اشتغل معك تمام حتى انت لو رجعت للبرنامج دلوقتي اريد البرنامج هو وجينا هنا على الرئيسية خلاص هتلاقلك متصل لحد هنا الشرح واضح وتمام يا جماعة تمام طيب اطلع بره خالص هتيجي عندك على جوجل بلاي بتغطي تطول كده وتخش على اللي هو معلومات التطبيق يعني وهتنزل عندك هنا على اللي هو مكان التخزين وهتقول له مسح التخزين المؤقت وبعد كده مسح البيانات وهتقول له هنا مسح اعمل باك وقول له هنا ايقاف اكباري مش كده يا جماعة بعد كده اطلع بره خالص بقى وتعال افتح امعلم ادي المتجة جوجل بلاي هوت هنفتحه طيب هديجي بقى نجرب فوق كده في السرش هوت وهنقول له صورة اه زي ما شايفين يا جماعة اول نتيجة بحضرت معاه ادي الابليكيشن اديتها طبعا تنزله وهتعملوا تثبيت اهو هوريكو برضو عشان فيه ناس قالو لك احنا جينا نثبت وبيتثبتش اهو قول له هنا متابعة هنا هتقول له التخطي اهو يا جماعة التطبيق بدأ ينزل معانا عادي خلص اهو فده بس عشان الناس في الكمنتات بيقولولي احنا عملنا نفس الكلام ده بس ما بيظهرش معانا اهو يا جماعة انا وريدكم انه وظهر معاكم طريقة سهلة جدا وقديمة مشان اللي مفتكسها يعني اي اي حاجة عندك عايز تفتحها متجر امريكي بتخش مع التملأة مسح بيانات وتفتح عندك اي على امريكا وتخش تفتح البرنامج تاني هيشتغل معاك على امريكا زي ما انتم شايفيني التطبيق خلاص نزل معايا بنجاحها هو تقول له كمان ادي فتح انا طبعا بقى مكم تعمل التسجيل والكلام ده كله هيشتغل معاك فبس جماعة ده كانت شرح نارضة او معضو النارضة يعني كان عادة لو استفدت مني حاجة والموضوع كان مفيد بالنسبة لك او معلومة جديدة فما تبخلش عليا بالدعم المعنوي اللي هو عبارة على لايك ومانت جميل زي كده اشترك في القناة وانت مش مشترك وفعل زر الجرس واخدك لفة كده في القناة هتلاقي ان شاء الله فيديوهات هتعجبك وابس كده يا شباب